السلام عليكم ورحمة الله. الفيديو اللي فات اتكلمنا فيه عن اه مايكروسوفت اتج. تمام? او البراوزر الخاص بمايكروسوفت. وشفنا ازاي من داخل مايكروسوفت اتج هنلاقي موجود عندنا البنك. ومن داخل بنك تقدر تسأل الشات جي بي تي زي ما انت عايز. تمام? اه زي ما شفنا المرة اللي فاتت. انا هنا برضو كنت عايز اه موضوع الجزئية الخاصة بالامجي كرييتور الموجودة برضو داخل البنك. كنت عايز اه الرابط بتاعها. فسألته هنا برضو عن الرابط الخاص بالامجي كرييشن باستخدام الاي اي اي. وكتب لي هول بنج اي 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 جينريتور. وحط لي الرابط بتاعها. زي ما احنا شايفينه قدامه. طيب فتحت الرابط او كتبت الرابط هنا في المتصفح. وكتبت له مسلا اختيار كده كتبت له اكاب افور رمضان. فعمل لي مسلا الاشكال دي. طبعا في حاجات تانية مكنت سألته فيها اللي هو يولد لصورة عن رمضان. طبعا بتكتب له الحاجة اللي انت عايزها بتقول له كرييت وبتنتظر شوية وبعد كده يبدأ يولد لك الصور. تمام? وتقدر طبعا تعمل حفظ للصور او تعمل للنتائج اللي طلعه لك باستخدام البنك. تمام? آآ الفيديو ده بس الهدف اللي احنا نشوف الجزئية بتاعت تمام? وطبعا هيبقى في فيديو تاني هنشوف ازاي برضو نستخدم آآ تطبيق البنك اللي موجود عندنا على الموبايل. يبقى احنا ممكن نفتح موقع بنك عادي جدا. تمام? او مايكروسوفت بنك. آآ ممكن آآ نفتح البراوزر الخاص بالإدج ونفتح من داخله بنك زي ما هو موجود عندنا كده. تمام? وزي ما قلنا موجود في آآ رابط الامج كرييتور. تمام? اللي هو بيبقى موجود عندنا موقع بنك. بيبقى سلاش او سلاش اسف كرييت. تمام? آآ هنكتفي بكده ان شاء الله شباب وشكرا لكم.